كذلك من الردود على الزيدية عندنا كتاب بعنوان كتاب الأبحاث في تقويم الأحداث في رد الزيدية وإثبات إمامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام وإثبات الغيبة ورد شبهاتها للمولى ركن الدين محمد بن علي الجرجان الغروي كما ورد في كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة لأغى بزرق الطهراني رحمه الله عموما هذا المذهب إخواني مذهب الزيدية مذهب سخيف ركيك ولكن ذو طبيعة إرهابية إرهابيين عموما اغتيالات قتل حروب أصلا شرط الإمامة عندهم أن يقوم الإمام بالسيف يعني هو هذا الشرط عندهم معروف يعني ولذا من صور إرهابهم أنهم يفتون باستحلال دمائنا نحن الشيعة الرافضة بناء على حديث موضوع مكذوب يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إمامهم يحيى بن الحسين هذا هم يسلمون عليه ويا أشي نسترجع البقر الإمام يحيى بن الحسين سلام الله عليه يقولون هو هذا من عوت عندهم بالهادي الهادي إلى الحق له كتاب بعنوان الأحكام في الحلال والحرام في المجلد الأول الصفحة 454 يقول حزب الإمامية الرافضة للحق والمحقين الطاعنة على أولياء الله المجاهدين الذين أمروا بالمعروف الأكبر ونهوا عن التظالم والمنكر وقول هؤلاء الإمامية الذين عطلوا الجهاد وأظهروا المنكر في البلاد والعباد وأمنوا الظالمين من التغيير عليهم أو آمنوا الظالمين من التغيير عليهم ومكنوهم من الحكم فيهم وصاروا لهم خولا وجعلوا أموال الله بينهم دولا وكفروا من جاهدهم وعلى ارتكاب المنكر ناصبهم وقول هذا الحزب الضال مما لا يلتفت إليه من المقال لما هم عليه من الكفر والإيغال والقول بالكذب والفسوق والمحال فهم على الله ورسوله في كل أمر كاذبون ولهما في كل أفعالهم مخالفون قد جاهروهما بالعصيان وتمردوا عليهما بالبغي والطغيان وهذا التعبان يصور أن العلم بسجع الكهان هو هذا يعني العلم بس تجي تسجع لي يعني وتسوي لي سجع هو هذا العلم شنو مجرد يجي قذائف لفظية مثل واحد شاب بالشارع شوارعي قاعد بس يسبسب بالعالم بس وين الحجة وين الدليل شنو هو بس كلام بالهوى وأظهروا المنكر والفجور وأباحوا علانية الفواحش والشرور وناصبوا الآمرين بالحسنات المنكرين للمنكر والشرارات الأئمة الهادين من أهل بيت الرسول المطهرين طبعا يقصدهم أئمة الزيدية نحن ناصبناهم العداية نحن نواصب لهم للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين هذا وهتكوا يا لهم الويل الحرمات وأماط الصالحات وحرّضوا على إماتة الحق وإظهار البغي والفسق وضادوا الكتاب وجانبوا الصواب وأباحوا الفروج خلصنا وبعدين وولدوا الكذب والهروج وفيهم الآن الحمد لله الآن رح يجي ينطي دليل على كلها الكلام هذا الحمد لله شنو يلا أعطينا الدليل وفيهم ما حدثني أبي وعماي محمد والحسن عن أبيهم القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين لعنة الله عليهم أجمعين عن أبيه عن جده إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيهم علي بن أبي طالب عليه وعليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يا علي يكون في آخر الزمان قوم لهم نبز يعرفون به يقال لهم الرافضة فإن أدركتهم فاقتلهم قتلهم الله فإنهم مشركون حديث مزور موضوع مختلق على رسول الله صلى الله عليه وآله وضعوه لتبرير طبيعتهم الإجرامية الإرهابية ولطالما قتلوا من الشيعة الأبرار من قتلوا هذه هي الزيدية دواعش دواعش نعم بمعنى الكلمة الزيدية الحقيقية من كتبهم لأن الزيدية في زماننا هذا بسبب التذبذب يا أكو بعض مثلا يقولون إحنا والإمامية واحد ما أدري ما ذلك الحوثية ما أدري ما عنه الشيء المتشيعين الأخوة المتشيعين من أهل اليمن الكرام يأنون منهم يرسلون لنا نداءات استغاثة أحيانا يقولون بدنا نشوف الويل من ذول الحوثية ما تدرون نحن مقموعين داخل اليمن في المناطق التي سيطر عليها هؤلاء فهم مساكين يعني هؤلاء الشيعة محصلين يعني نارين نار من آل سعود الكفر الفجرة وحربهم على اليمن وحلفائهم ونار هؤلاء الحوثية أيضا من جهة أخرى لكنهم صامدون أشاوس مثل الأخوة الشيعة في غزة المتشيعين في غزة دائما والله ندعو لهؤلاء لأنه أهم يقول لك إحنا بين نارين واللي بالضفة الغربية نفس الشيء ومن صوب عندنا ما يسمى بإسرائيل ذول الصهايين الكفرة من صوب آخر عندنا حماس اللي نفس الكفر يعني نفس العداء والاضطهاد للشيعة الأبرار ما يخلون الناس ترتاح في عقيدته بس في اختياراته الإخوة الزيدية الذين تشيعوا اسمعوا ماذا يقولون كيف ينقلون لكم الأجواء في داخل الزيدية في أوساط الزيدية مرض مرض عقائدي كره كراهية للشيعة الأبرار علماء الزيدية في هذا الزمن ما عندهم غير السجع والشعر إن شاء الله لما نفرغ إن شاء الله لعلنا نتناظر مع أحدهم يعجبني جدا أتناظر مع واحد زيدي وواحد إسماعيلي وواحد أباضي نريد هاي الفلول ماكو فلول المذاهب أكو فلول شوية موجودة لازم بعد نخلص عليها